موسيقى عينت مجموعة BMW الشرق الأوسط شركة أبو خدر للسيارات سيارات الفلسطينية للمحركات الوكيل الحصري والموزع المعتمد لمجموعة في فلسطين نتحدث في هذه الفقرة عن أهمية هذا الموضوع مع جورج أبو خدر رئيس مجلس إدارة شركات مجموعة أبو خدر الله يصبحك بالخير أهلا وسهلا كيف أصبحت؟ الحمد لله طبعا جورج رح نحكي شوي التاريخ متى تأسست شركة أبو خدر؟ هلا شركة أبو خدر إحنا أصلا من فلسطين أصلا من يافا فسنة 1936 أبوي كان يشتغل بقطع الغيار فإحنا شغلنا أصلا كان قطع غيار مش سيارات آه وتطورت وبعدين تطورنا طبعا بعد الهجرة 48 على الأردن إحنا أسس الوالد ابتدينا من أول وجديد وأسسنا شركة نيكول أبو خدر وأولاده اللي هي كانت تتعاطى بقطع غيار السيارات فبعدين طبعا وكان شغلنا كل على الضفة الغربية بدأ كل واحدة لأن كل السيارات كانت الضفة الغربية خدر بقطعا السياحة أو ما السياحة فبعدين سنت السبعة وتمانين أخذنا وكالة المتسوبيشي ومن هناك منطلقنا أول كانت أول أول بداية أول بداية بالسيارات فأخذنا وكالة المتسوبيشي للبيكابات هذاك الوقت وبعدين صار فيه فرصة أنه نأخذ الوكالة لفلسطين هذا الحكي سنة 1993 فتقدمنا إحنا لنأخذ الوكالة ل1993 ومقدرنا نقول إحنا أول شركة بتأخذ الوكالة السيارات رأسا من المصنع لأنه ما كان هذاك الوقت كل السيارات تيجي عن طريق إسرائيل ولكن إحنا كانت أول شركة اللي أعطتنا الوكالة شركة منتسوبيشي من اليابان رأسا ومن سنة 1993 كانت عنا 24 سنة هلأ إحنا في فلسطين وإحنا طبعا مش لحالة أنا عندي وكيل عندي شريك اسمه زهير السيد أحمد من الخليل إحنا دولا جماعة عيلة من الخليل صحابي كتير معاهم ونتعاضى معاهم حمل من سنة 66 حقيقة مع والدهم فتاريخنا بالقطع الغيار كان تاريخ طويل كانت هيك البداية وهذا البداية وأسسناها سنة 1994 طبعا مرأنا في فترة صعبة سنة 1994 كان السوق صغير ما كانش فيه إمكانيات ومع الوائد طبعا أجت الانتفاضة سنة 2000 كمان وكان حنا حوالي 20-25 موظف بذلك الوائد طبعا مرأة أول انتفاضة وتاني انتفاضة وطبعا كان العمل كتير صعب لأنه ما كانش فيه شغل بذلك الوائد ما طلعنا ولا موظف بذلك الوائد خلينا جربنا نحاول نخلي الوضع زي ما هو مع كل الخسارات اللي مرأنا فيها ونشكر الله أنه بعدين مع الوقت تحسنت الأوضاع وبنقدر نقول هلأ يعني تغلبنا على المصاعب اللي مرأنا فيها بالنسبة لها السيارة ما دائما يعني الحياة فيها مصاعب وفيها مكافأة وبالنسبة للبيئة مدابي الحقيقة احنا أخذناها بس قبل سنة جديد هذا لأنه احنا أخذناها في الأردن سنة 2010 فالمنطق بقول أنه احنا نقدر نخدمها عن طريق الأردن كمان لأنه صار عندنا خبرة وبما أنه سوق السيارات في الضفة عندنا هنا في فلسطين صغير نسبيا يعني مع باقية المناطق اللي حوالينا هنا فقدمنا لنأخذ الوكالة والله وفقنا وأخذناها ألف مبروك سيد جورج رح يعرضوا الطاقة مجموعة من الصور على التلفزيون لما شارعكم خلونا نشوفهم ترجمة نانسي قنقر 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 يعني زي ما شفنا المعرض جميل ألف مبروك على الافتتاح كنا منحكي قبل الهوى عن الوكيل أنتوا الوكيل الرسمي والوحيد في فلسطين الفلسطين نعم لو نتحدث على نعكاس انتداد الشراكة الفلسطينية على الاقتصاد الفلسطيني أول إشي احنا برأيي أنا أنه بقدر أقول يعني الجهاز اللي عندنا كتير كتير منفتح والشباب اللي موجودة عندنا في الشركة عندهم انتماء بشكل غير طبيعي للشركة وأقدر أقول أنه إحنا هم مش موظفين بالنسبة لنا إحنا دولا نعدهم شركة يعني إحنا نتعامل مع مع الجهاز اللي عندنا على أساس هم عائلة وحدة وهذا مفيد للأقتصاد وهذا التفكير اللي هو ممكن ينجح الشركة لأنه إحنا خبرتنا يعني مقارنة مع الخبرة اللي عندنا في الأردن مقارنة مع الخبرة اللي موجودة عندنا هون في فلسطين بقدر أقول الجهاز اللي عندنا متحمس كتير هون خصوصا في فلسطين متحمس كتير أنه ينتج والإنتاجية تبعته كتير كتير عالية بقدر أقول والخبرة وأخذوا خبرة بفترة قليلة لأنه مش مش بالساهل أنت تدخلي بخط الوكالات لأنه فيه عليك أنت كتير متطلبات من الشركة الصانعة الشركة الصانعة بتدخل بكل تفاصيل بالنسبة إليك يعني حتى المعرض اللي عملناه اللي شفتيه أنت هلا هذا المعرض إحنا يعني لازم إحنا نبعث الخرايط لألمانيا وألمان هم اللي بقرروا شونه الألوان الألوان حتى العفش اللي موجود لازم هم يبعتوه من ألمانيا يعني تصوري أنه إحنا نقدر نوفر كتير بالنسبة لشغلات كتير ولكن هم بشرطه عليك أنه تجيب كل إشي أنت من عندهم على أساس يتأكدوا أنه كل معرض تدخليه في العالم أنت لبيئة وبيكون نفس نفس المقييس نفس المقييس يعني ما بيختلف عن التاني وبعدين مثلا عندك النظام الكمبيوتر الكمبيوتر سيستم أنت بحددوا لك شو نوع الكمبيوتر سيستم اللي لازم تحطيه يعني كتير في قيود قيود جاء كتير وبتدخلوا بكل 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 التفاصيل بس هذا الشي زي ما ذكرت أنت أنه أنتو بتعاملوا موظفينكم كأنهكم عالية وحدة وكأنكم مش موظف ورئيس وهذا المفروض هذا الشي بنجح الاقتصاد هذا الشي بيحفزهم بيخليهم يشتغلوا أكتر طبعا هذا مهم جدا لأنه صعب جدا على فكرة أنك تديري أنت وكالة السيارات في البلد هون أكيد وفي أي بلد لأنه أنت بدك تخدمي أنت زي ما بقوله الإنسان أنت عمالك بتبيعي سيارة هلأ السيارة اللي بتبيعيها أنت مش أنت عم بتبيعي قطعة أنت وبيعتيها ونسيتيها صحيح مش قطعة شوكولاتة مش عارف ها أنت إنت لو بتبيعي السيارة زي ما بتقوله بها الجهيزة بتسموها جهيزة مسيحية ضأ آآ آآ ضحيح يعني أنت بيعتي السيارة لهالشخص إذا إنت خلص أنت بيبقى معاك ارتبطت فيه ارتبطت فيه عطول ما بتقدر تتركي عنه ولا تتخلي عنه صحيح اتأكدي أنه عم بدي يخرب عليك أكتر لأنه هو بقعد بالمجتمع وبيحكي عنها بس يريحكي أكيد فبيخرب عليك كتير فعشان هيك أنت لازم تكوني طول الوقت متابعة متابعة مع تخدميه بطريقة اللي بيكون هو مرتاح معك فهذه هي صعوبة الوكالات للسيارات لأنه مش كل واحد بس ولا بيع السيارة وخلص يعني ما غلطوا مثلا الشباب اللي بيحكوا أنا بحب سيارتي زي مراتي ما غلطوش ما غلطوا من هاي لا لا أبدا ما في تتعابي بعدين يعني صحي بدأ اهتمام هذه مسئولية لأنه أنت عطتي سيارة ومسئولية اللي بدك تخدميه من جميع النواحي بدك تأكدي أنه عطتي قطع الغيار الصحية بدك تأكدي أنك أنت خدمتي ما صار معا مشاكل إذا خربت السيارة معاك لازم تتأمني فكل هالنقاط هذه مهمة جدا فهي خدمة بعد البيع مش بس أنه جب السيارة وبيعتها أوكي جبت السيارة وبيعتها هنا المشكلة هنا تبدأ المشاكل معاك فلازم الواحد يخدم عشان هيك الجهاز اللي عندك لازم يكون عنده هالشعور أنه هو يحط حاله محل المشتري إذا ما حط حاله محل المشتري مفشل بالآخر فهذه هي النقاط المهمة جدا ولو نتحدث عن خدمات ما بعد البيع بتشمل أي خدمات؟ طبعا كل إشي بجمل إحنا عنا حتى السيستم اليوم السيستم هذا أنت أخدت المفتاح تبع السيارة وحططيه بالكمبيوتر اللي عندنا في المعرض أو بالجراج رأساً بيبين لك كل عيوب السيارة اللي معاك حتى في بعض الحالات إنه بتقدر أنت نفس المفتاح هذا اللي بتحطيه بالكمبيوتر عندك بيفتح معاك في ألمانيا إذا عندك مشكلة حتى في خدمة السيارة بيفتح معاك بألمانيا وألمانيا ممكن تدخل على السيارة وتتأكد تشوف إيش فيها مشاكل يعني فهي ميزة الميزات اللي عم بتصير خصوصها مش بحس بحكي أنا على بس بي أم دابليو حتى السيارات كلها يعني مرسيدس صارت تقنية عالية جدا فالتكنولوجي صارت كتير كتير متأدمة في العالم فعشان هيك إحنا لازم نمشي مع التكنولوجي مواكبين مواكبين فهلأ مثلا هم اللي بفرضوا علينا شو نوع الكمبيوتر يعني ممكن تجيبي أنت برنامج البرنامج يكون رخيص مثلا ب 10-15-20 ألف دولار ولكن بدك في شرطه عليك نوع من البرنامج مكلفنا إحنا بحوالي فوق 200 ألف دولار برنامج السوفتوير بس تبع وطبعا أنتوا لازم تلتزموا بمعايا ملتزمين في هذا فكلها هذه كلها عشان تخدمي اللزبون بالآخر لأنه إذا ما عملتها الحكي هذا ما بتستفي أكيد واللزبون بده راحة وبده يحسن فطبعا إحنا عنا الكفالات طبعا عندك كفالة أنت تقدر تعطيه كفالة 3 سنين وتقدر تبيعيه كفالة زيادة كمان إذا بده والله كفالة يمدد الكفالة بده يخدها وبعدين نتأكد أهم إشيه كمان القطع الغيار القطع الغيار مهم جدا أن تكون قطع أصلية لأنه فيه بالأسوأ كتير اليوم قطع مستعملة أو قطع مزورة والتزوير زايد كتير بالبلد مش بس عنا هون في كل المنطقة فطبعا أي قطع بتحطيها وهي ليه مش مناسبة أو مش بنفس التفاصيل بتخرب عليك السيارة فمنحاول جهدنا نخدم الناس إحنا هذا أهم إشيه غير خدمة هي خدمة من جميع النواحي مش بس ناحية الفنية من جميع النواحي أكيد لازم دعكم متابعين معهم وإذا ما خدمتها ما بنشحي هي النجاح كله بالخدمة سحيح يعني بحب أشكرك أستاذ جورج بالفعل وألف مبروك على افتاحات المعرض الجميل من لكم مزيد من التفوق والنجاح إن شاء الله وأكيد خلكم متابعين معنا وأحنا نظلنا متابعين معكم شكرا أن أعطتنا هالفرصة هذا يكون معكم ولو ولو إحنا ساعدين بوجودك أهلا وسهلا شكرا مشاهدينا رح ننتقل نحن وياكم لفقرة الأبراج خلوكم معنا موسيقى موسيقى موسيقى